موسيقى أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث السنوي أهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات مراجعة مادة الجغرافية السياسية خلاص الوقت قرب بس كمان كل ما الوقت يقرب لازم ثقتك في نفسك وربنا تزيد ما تقلقش ما تخافش احنا معاك ومش هنسيبك أبدا بس عايزين في الفترة اللي جاية دي ننظم نفسنا نرتب أفكارنا نبعد عن أي حاجة سلبية ممكن تأثر عليك أي كلام سلبي مش موجود كل الفترة اللي جاية كلام إيجابي وبس أنت قادر؟ آه أنت قادر إحنا واسقين فيك أنت كمان لازم تسق في نفسك والأهم أنك تسق كمان أن ربنا عمره ما هيسيبك يلا بينا نبدأ حلقة جديدة من مراجعتنا ونشوف مع بعض أول سؤال أول سؤال بيقول لي إيه؟ تعد الأقليات اللغوية هي الأقل انتشارا في العالم ويرجع ذلك إلى حرص الدول إلى نشر استقافة ولا تغليب المصالح الاقتصادية ولا موجهة العالمة ولا تدعيم سيادتها القومية لو رجعنا كده نفتكر مع بعض أن الدولة ممكن يكون عندها أكتر من لغة بس الأفيض لها أن يكون عندها لغة رسمية واحدة لأنه ده يؤدي إلى تماسكها وقوتها وبكده يبقى الإجابة سهلة جدا وبسيطة جدا وهي أن الدولة بتعمل ده أيوة علشان تدعيم سيادتها القومية نشوف كمان تطبيق مع بعض السؤال بيقول تتفق الجغرافية السياسية مع الجيوبلوتيك فيه هل الاتفاق في الهدف من الدراسة ولا عدم وجود النزاعات دولية ولا موضوع الدراسة ولا حل المشكلات العالمية تعال كده نفكر كده مع بعض ونفتكر هو يترى الجغرافية السياسية والجيوبلوتيك هما الاتنين ليهم نفس الهدف تعال نفتكر الهدف من الجغرافية السياسية أنها تدرس الدولة بمقاومتها وكمان تدرس التجمعات الإقليمية والدولية وتحللها تحليل جغرافي موضوعي ممكن كمان تديني حلول لكن الجيوبلوتيك ما بتعملش كده دي بس بتدور على دراسة الدولة عشان هدف داخلي هو الوحدة والانسجام وهدف خارجي هو التوسع على حساب الدول المجاورة كده يبقى البديل ألف مش هينفع طيب هل الاتنين بيتفقوا في عدم موجود نزاعات دولية؟ الحقيقة الاتنين بيقروا أن فيه نزاعات دولية يعني كمان البديل ده مش هينفع طب تعال نشوف موضوع الدراسة احنا اتفقنا أن الجغرافيا السياسية هتدرس الدولة وكمان الجيوبلوتيك برضو بتدرس الدولة ده معناه أن ده بديل قوي هيفضل معي هحط عليه صح مؤقت لغاية ما نتأكد من أن البديل الأخير هو بديل خاطئ هل الاتنين بيتفقوا في حل المشكلات العالمية؟ الحقيقة الجيوبلوتيك بتعمل ده لكن الجيوبلوتيك بتسبب نزاعات وكده بقت الإجابة سهلة جدا البديل جيم بقى مش بس صحة واحد بقى صحين بقت متأكد من إجابته وكده يبقى الإجابة الصحيحة هي البديل جيم موضوع الدراسة تعال نطبق ونشوف كمان سؤال جديد يتضاءل دور حركة عدم الانحياس نتيجة لإيه؟ هل نتيجة لإنشاء منظمات دولية زي عزبة الأمم؟ ولا لقيام حرب عالمية تانية؟ ولا لاختلال التوازن الدولي؟ ولا كان بسبب انتشار الأحلاف العسكرية؟ تعال نفتكر حركة عدم الانحياس دي حركة ظهرت سنة 1955 لما العالم كان مقسوم لكتلة شرقية وكتلة غربية ساعتها الحركة كانت مهمة جدا وكل كتلة من الكتلتين كانت بتحاول تجذب ليها دول عدم الانحياس لغاية ما الاتحاد السوفيت تفكك وبالتالي بدأ العالم يبقى قوة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية والرأس المالية الغربية معنى كده إن بدأ دور عدم الانحياس يقل كده بقت الإجابة واضحة جدا وسهلة جدا وهي اختلال التوازن الدولي هو اللي أدى إلى تضاقل دور منظمة عدم الانحياس نشوف كمان تطبيق يتناقض تأثير موقعهم على قوة الدولة يترى مين في دول؟ موقفهم وتأثيرهم على الدولة بيتناقض من خلال توزيحهم الجغرافي يعني مثلا هل الأقليات والسهول وللجبال والغبات وللأنهار والسهول وللأقليات والجبال تعال كده نفكر مع بعض لأن السؤال ده محتاج شوية تفكير الأقليات والسهول هما الاتنين مع بعض لو كانوا جوة الدولة هيبقوا بالنسبة للدولة مش هيمثلوا خطورة لا بالعكس يعني هما الاتنين موقفهم واحد مش متناقض يبقى البديل ده غلط طيب تعال نشوف الجبال والغبات برضو الجبال والغبات تقريبا تأثيرهم على قوة الدولة واحد بالنسبة لتوزيحهم لو الجبال والغبات على حدود الدولة هيبقى ده مصدر قوة للدولة لكن لو هم جوة الدولة ده قد يسبب ضعف يعني البديل ده كمان خاطئ طيب الأنهار والسهول هم الاثنين كمان يبقوا أفضل للدولة لو هم جوة يعني كمان ده تأثيرهم واحد مش متناقض نوصل بقى للبديل الأخير ولو أنا مشي مظبوط يبقى البديل الأخير ده مظبوط نشوف هل الأفضل للدولة الأقليات تبقى جوة ولا بره لا الأفضل لها تبقى جوة طب والجبال لا الحقيقة الجبال الأفضل لها بالنسبة للدولة أن الجبال تبقى على حدود الدولة وكده يبقى البديل ده هو البديل الصحيح والإجابة هنا هتبقى الأقليات والجبال تعالوا نشوف كمان سؤال ظهرت على الساحة الدولية عدة متغيرات أدت إلى ضرورة الإعلان عن نظام عالمي جديد ارتبط معظمها بدول قارتين يا ترى أسيا وإفريقيا ولا أوروبا وأسيا ولا أمريكا الشمالية وأستراليا ولا أمريكا الجنوبية وأوروبا أي سؤال لي مفتاح تعالوا ندور على مفتاح إجابة السؤال ده حضرتك عايز إيه من السؤال عايز المتغيرات اللي حصلت علشان يبقى عندي نظام عالمي جديد يا ترى مرتبطة بأنهي قارتين تعالوا نفتكر كده مع بعض ونشوف إيه المتغيرات عشان نشوف مين القارتين اللي كان ليهم دور مهم آدي المتغيرات بين قدامك أول متغير أنه تقريبا معظم القضايا العالمية المشكلات الدولية كتير منها تحل مثلا الحرب العرقية الإيرانية انتهت طب واحتلال الاتحاد السوفيتي الأفغانستان خلاص خلص حتى الحرب الأهلية في لبنان هي كمان انتهت أدي أول متغير تاني متغير أن الدول أوروبا الغربية بتحاول تكمل وحدتها عايزة تعمل اتحاد أوروبي تالت متغير بقى عندي دولتين اقتصاديا جمدين جدا هما ألمانيا واليابان طب والمتغير الرابع سعي دول أسيا جديدة ناشئة إنها تبقى كويسة جدا في الصناعة وتؤثر عالميا زي الصين والهند وكوريا الله أنا مش محتاجة كمل بقى يا حضرتك ده انت يا مستر قلتلي إن الأول عامل وتاني عامل وتالت عامل ورابع عامل كلهم مرتبطين يا إما بقارة أوروبا يا إما بقارة أسيا كده يبقى البديل الصحيح زي ما هو موجود قدامك القارتين هنا هما أوروبا وأسيا تعالوا كمان نشوف سؤالتين من خلال تحليل الجدول المقابل جغرافيا نستنتج أن أكثر الدول التي يتوقع تنوعها الجيولوجي يا ترى هي الدولة ألف البديل ألف هي الدولة سين ولا البديل به هي الدولة صاد ولا البديل جيم هي الدولة عين ولا البديل دال هي الدولة لام نرجع للرسم اللي موجود قدامنا الرسم ده في دوائر عرض وخطوط طول هتقولي دوائر العرض وخطوط طول هتعمل إيه في التنوع الجيولوجي تعالوا نربط ونشوف لو حضرتك بصيت لدوائر العرض بس يبقى أنت كده بتبص للمناخ طيب إحنا مش عايزين مناخ طيب لو بسيت له خطوط الطول بس انت كده بتدور على الزمن وإحنا مش عايزين زمن إحنا عايزين تنوع جيولوجي افتكر كده معايا إمتى البلد بيبقى عندها تنوع جيولوجي أوه هعود أفتكر مقاومات الدولة الطبيعية هلاقي لما الدولة يكون عندها مساحة كبيرة طيب وانا ممكن أعرف من خطوط الطول ودوائر عرض المساحة طبعا أكتر دولة تملك خطوط طول ودوائر عرض هي الدولة الأكثر مساحة تعال نشوف البديل ده عنده 48 دائرة عرض وعنده 36 خط طول هل في حد قدامك عنده من الدول دي عنده نفس خطوط طول ودوائر العرض لا إذن الدولة صاد هي أكتر دولة كبر في المساحة وكده بقت الإجابة بسيطة جدا إن الدولة التي تملك تنوع جيولوجي هي الدولة صاد نشوف كمان سؤال بيقول لي تقع مسئولية تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية عنده اختيار رئيس الدولة يا ترى ده يقع لأنهي سلطة هل المحلية في الدولة الفيدرالية ولا المركزية في الاتحاد الكونفيدرالي ولا المحلية في الدولة الوحدوية ولا المركزية في الدولة الفيدرالية السؤال ده محتاج مننا تفكير مهم جدا أول حاجة لما نيجي نتكلم على تقسيم الدول السياسي الإداري لو بدأنا بالدولة الوحدوية المركزية الحكومة المركزية هتعمل كل حاجة يعني بالتالي الحكومة المركزية في الدولة المركزية هتقوم فعلا بتقسيم الدوائر هل في البدايل دي في حكومة مركزية داخل الدولة الوحدوية المركزية؟ مفيش نشوف نوع تاني من الدولة هي الدولة الفيدرالية في الدولة الفيدرالية في توازن في السلطة في توزيع السلطات لأن الحكومة المركزية بتاخد الأمور السيادية بينما الحكومة المحلية تاخد الأمور الحياتية طيب هل تقسيم الدوائر دي أمور سيادية؟ آه خلاص كده الإجابة بقت سهلة جدا إذن تقسيم الدوائر إلى دوائر انتخابية عند اختيار رئيس الدولة يقع على السلطة المركزية في الدولة الفيدرالية تعالوا كمان نطبق ونشوف سؤال تاني تعد المقاومات الاقتصادية من أهم المقاومات التي تشجع على قيام التكتلات الاقتصادية ومنها توافر عناصر الانتاج الأساسية في ضوء العبارة السابقة نستنتج أن التكتل الاقتصادي الذي يفتقد إلى عنصر العمل المحلي يترى الاتحاد الأوروبي ولا منتدى التعاون الاقتصادي ولا مجلس التعاون لدول الخليج ولا السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا تعالوا كده نفتكر مع بعض مقاومات كل تكتل منهم المقاومات البشرية الاتحاد الأوروبي كان عدد سكانه تقريبا 500 مليون نسمة طيب ومنتدى التعاون الاقتصادي احنا ما قلناش عدد سكانه بس في خرطته موجودة أن الصين أحد دوله والصين أكبر دول العالم سكان يعني منتدى التعاون الاقتصادي مستحيل يكون هو الإجابة طيب من الاتحاد الأوروبي قلنا تقريبا 500 مليون طيب ومجلس التعاون الخليجي 50 مليون بس طيب والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا ومصر عضو فيه كان عدد سكانه 550 مليون إذن من الأصغر سكانا كده بقت الإجابة واضحة هي مجلس التعاون الخليجي وبيفتقد لعنصر العمالة المحلية زي ما هو واضح قدامك في الإجابة طيب ممكن كمان نشوف تطبيق تاني تظهر أهمية دور الجغرافيين في خطوات النظام الانتخابي في المرحلة يا ترى الأولى ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة إيه الأولى؟ تقسيم الدوائر الانتخابية طب وإيه التانية؟ فتح باب الترشح طب وإيه التالتة؟ إجراء الانتخابات والربعة فرز الأصوات والخمسة تحديد الفائس أنا كابتاع جغرافيا هل دوري أني أنا أفتح باب الترشح؟ هل دوري أن أنا أقوم بإجراء الانتخابات أو أفرز الأصوات أو أحدد الفائس؟ طبعا لا دوري أكيد أساعد الدولة فإنها تقوم بتقسيم الدوائر بشكل سليم وصحيح وكده يبقى الإجابة هي البديل الأول وهي المرحلة الأولى نشوف كمان سؤال أي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الآتية هي الأقل تأثيرا في تشريعات الاتحاد الأوروبي يترى المجلس الأوروبي ولا البرلمان الأوروبي ولا مجلس الاتحاد الأوروبي ولا المفاوضية الأوروبية دي هيئات الاتحاد الأوروبي مؤسساته الأربعة لو إحنا قعدنا كده نفتكر مع بعض معلوماتنا اللي مهم جدا يكون عندي قدرة على فهمها قبل تذكرها هلاقي إنه المصدر الأساسي للتشريع داخل الاتحاد الأوروبي هو البرلمان الأوروبي يعني ده بديل ما ينفعش يبقى هو الإجابة لأنه ده مصدر التشريع طيب يا ترى مين بيساعدوا في التشريع؟ مجلس الاتحاد الأوروبي طيب هما الاتنين بياخدوا مقترحتهم منين؟ بياخدوا مقترحتهم من المفاوضية الأوروبية ده معناه إن البديل به وجيم ودال ليهم صلة مهمة جدا بالتشريعات يبقى مين البديل اللي تأثيره ضعيف في التشريعات رغم إنه قمة الأجهزة داخل الاتحاد الأوروبي؟ آه مظبوط إجابتك كده مظبوطة هو المجلس الأوروبي تعالى كمان نشوف تطبيق جديد قدامك شكل أو رسم بياني بيبين الأطفال صغار السن الشباب وكبار السن بيقول لي إيه؟ يعد التركيب العمري للسكان مؤشر على قوة الدولة بالاستعانة بالشكل البياني المقابل نجد أن الدولة الأقوى هي يا ترسين ولا صاد ولا عين ولا لام تعالى كده نشوف إحنا هنختار أنهي اختيار وليه؟ قدامك ثلاث تأسيمات للسكان يا إما كبار سن يا إما صغار سن يا إما شباب مين الأفضل للدولة؟ أكيد طبعا الشباب هندور هلاقي أنه العمود اللي بيمثله بيمثل الدولة صاد نسبة الشباب فيه هي عالية جدا إذا قرنتها ببقية الأشكال بتاعت الدولة طب عندها صغار سن وعندها كبار سن طبعا بس لو لاحظنا أنه نسبة كبار السن قليلة ونسبة كمان صغار السن هي كمان قليلة مين النسبة الأكبر؟ آه برافو هي نسبة الشباب إذن البديل الصحيح هنا هو البديل اللي بتمثله الدولة صاد وبكده نكون وصلنا لسؤال مهم تاني كمان هنختم به جزء مهم من الحلقة وبعد كده نروح لجزء تاني بتمثله الخرايط قدامك مؤشرات لصادرات واردات كل دولة بيقولي في السؤال إيه طبقا للمؤشر الاقتصادي الموضح في الشكل المقابل فإن الدولة الأكتر قدرة على الصمود هي التي يعبر عنها المدلول يترسين واللصاد واللعين واللام مين الدولة اللي تقدر تصمد لو تم حصارها اقتصاديا أكيد الدولة اللي عندها صادرات أكتر من واردتها وده واضح جدا أنه موجود قدامك بشكل بسيط جدا لأنه في دولة عندها كم من الصادرات كبير جدا إذا قرنتوا بكم واردتها القليل جدا وبكده يبقى الإجابة واضحة جدا وسهلة جدا أن الدولة اللي تقدر تعمل صمود هي الدولة صاد لأنه حجم صادراتها أكبر من حجم واردتها قبل ما نروح لجزء جديد من الحصة لازم تنظم أفكارك وكمان تعرف تحدد حضرتك عايز إيه في المرحلة اللي جاية هدوء ثقة بالنفس مراجعة سريعة لكل المادة العلمية حضرتك تقدر تعمل كل ده بسهولة بس مش عايزين توتر عايزين تنظيم أفكار تعمل دايما لنفسك خريطة ذهنية هتمشي بيها كل يوم إزاي أهم حاجة كمان إنك تحدد أوقات راحتك تختارها بشكل ينسبك لما تيجي تنام تنام نوم عميق جدا تشرب كمان مية بكميات كبيرة جدا عايزين هدوء عايزين ثقة في النفس أنت قادر توصل للي أنت عايزه بس مش عايزين ألأ ولا أي كلام سال ونشوف دلوقتي شكل جديد من أنواع الأسئلة اللي بتعتمد بشكل كبير جدا على وجود خريطة جوا السؤال السؤال بيقول تتشابه دولتي شيلي وسويسرا فيه ألف صعوبة الاتصال ما بين أجزاء الدولة بيه طول المناطق الساحلية جيم تنوع الأقاليم المناخية دال مركزية الموقع الجغرافي تعالوا نستخدم استراتيجية مختلفة في الإجابة يا ترى لو حبينا نستبعد نقول مين الإجابة الخاطئة تعالوا نشوف كده هي شيلي دولة بحرية آه قدامي هي دولة بحرية طيب وسويسرا هي دولة حبيسة شايف مكانها فين؟ في قلب قارة أوروبا إذن البديل الخاطئ وواضح جدا هو طول المناطق الساحلية لأنه سويسرا دولة حبيسة طيب كمان واضح أن شيلي مكانها في أمريكا الجنوبية أقصى جنوب غرب القارة ده معناه أنها هامشية إذن البديل كمان مركزية الموقع الجغرافي هو بديل خاطئ يفضل عندي تنوع الأقاليم المناخية وده كمان مستبعد حدوثه في دولة سويسرا عشان قدامك مساحتها صغيرة لكن ده مش معناه أبدا أن الإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة لازم يكون عندي مادة علمية تؤكد صحة البديل الأولى هل هناك صعوبة في الاتصال ما بين أجزاء الدولة في شيلي؟ آه علشان شيلي دولة مستطيل بالطول فهتلاقي صعوبة في الاتصال طيب وسويسرا دي مساحتها صغيرة بس إحنا فاكرين أن سويسرا جبلية وبالتالي هتواجه صعوبة في الاتصال وكده يبقى البديل الصحيح هو الاختيار ألف صعوبة الاتصال ما بين أجزاء الدولة نشوف كمان تطبيق بيقول لي كان من المستبعد عند رسم الحدود بين الدول التي تظهر على الخريطة التالية استخدام الحدود الإسنجرافية اللغوية الهندسية الفلكية الطبيعية البحرية وأخيرا البديل الأخير الهندسية الخطية طبعا دي خريطة الوطن العربي الإجابة بمنتهى البساطة إحنا 22 دولة عربية كلنا بنتكلم لغة واحدة هي اللغة العربية وبالتالي من المستبعد أن إحنا نستخدم حدود إسنجرافية لغوية لكن في حدود فلكية ما بين مصر وسودان وما بين مصر وليبيا كمثال عندنا حدود بحرية واضح جدا على الخريطة مسطحات مائية موجودة على حدود الوطن العربي وكمان الحدود الخطية تم استخدامها بشكل مباشر قدامك واضح لأنها الحدود الخطية الهندسية خطوط مستقيمة واضح جدا في الخريطة وجودها إذن الإجابة هي البديل ألف نشوف كمان سؤال يدل قيام دولة مصر بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد عام 2021 واللي بتوضحها الصورة المقابلة على ألف التمتع بالقوة التنظيمية بتشابك العلاقات الدولية جيم الاعتماد الدولي المتبادل دال الوزن السكان الكبير لو احنا افتكرنا درس العلاقات الدولية هنلاحظ أن العلاقات الدولية قديما كانت علاقة دول جوار يعني علاقاتي بس بجاري وكمان كانت علاقة يا إما سلم يا إما حرب يا إما بنحارب يا إما بنعمل تبادل تجاري بصورة بسيطة جدا لكن إنه حضرتك تنجح في إنك تجمع كل دول العالم وتقوم كمان بتنظيم بطولة لكرة اليد ده معنى أن العلاقات ما بين الدول بقت بتتميز بالتشابك وده اللي واضح من البديل به طيب نشوف كمان سؤال من خلال تحليلك للخريطة المقابلة نتوقع في حال تكوين إقليم كشمير لدولة مستقلة أن يكون أهم مصادر الدخل بها ناتج عن نشاط الزراعة السياحة التجارة الخارجية والصيد البحر على الخريطة إقليم كشمير واضح قدامك بس الخريطة ساعت مش بتقول الإجابة بتديني جزء من الإجابة هي أكيد مش هتديها أبدا موقعها صيد البحر يعني مش هيحصل إنه كشمير لو عنده مصدر دخل يبقى صيد البحر طيب أم هجيب الإجابة منين؟ تعال كده نفتكر مع بعض بص اللي قدامك منطقة كشمير منطقة جبلية عندها مساحة كبيرة جدا متغطية بالغبات وعندها كمان مناظر جميلة وقت الاستعمار البريطاني كان الإنجليز بيهربوا ويقضوا أجازاتهم الصيفية هناك إذن من المتوقع إن يكون عندها يا إما تعدين عشان الجبال يا إما قطع أشجار عشان الغبات يا إما سياحة طب هل البدايل فيها حاجة من دول؟ طبعا لازم يكون فيها حاجة من دول وهو البديل به النشاط السياحي تعال نشوف كمان سؤال أقدم الدول التي ظهر بها الشكل الأقرب للحدود الخطية هي الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا الصين بريطانيا تطور الحدود بدأ بنقاط بتتحط على هوامش الدولة كنا بنبني عند النقاط دي أحيانا صور وأحيانا قلاع فلو بصينا في الصورة اللي قدامك دي ده صور الصين العظيم أقرب لشكل خطي وكده يبقى الإجابة بقت فعلا الصين هي أول دولة بدأ يظهر عندها حدود أقرب للحدود الخطية نشوف كمان سؤال من خلال تحليلك للخريطة المقابلة يؤثر العامل المورفولوجي لدولة الكويت في حسن الإدارة الداخلية تنوع التركيب الجيولوجي صعوبة الاتصال بالعالم الخارجي وأخيرا البديل الأخير تنوع الأقاليم المناخية بص كده على الخريطة قدامك هتلاحظ أنه دولة الكويت دولة مساحتها صغيرة واضحة الخريطة أنه عندها مساحة صغيرة وبالطول كمان على الخليج العربي ده معناه إيه؟ معناه هل حسن الإدارة الداخلية؟ أطبعا مساحتها صغيرة يعني البديل ده صحيح مؤقت لغاية ما تأكد من أن المشتتات الباقية خاطئة هل هناك تنوع في التركيبة الجيولوجية؟ صعب لإني مساحتها صغيرة هل صعوبة في الاتصال بالعالم الخارجي ما هي عندها الخليج العربي؟ هل تنوع الأقاليم المناخية؟ الأقاليم المناخية بتتنوع لما المساحة تبقى جبيرة لما كمان ممكن يكون عندها دوائر عرض مختلفة وده مش واضح في دولة الكويت ويبقى الإجابة هي البديل ألف حسن الإدارة الداخلية نشوف كمان سؤال الدولة اللي زهرة قدامك باللون الأخضر بالخريطة المقابلة تشبه دولة مين؟ تعال نشوف مين الدولة اللي قدامنا دي هي دولة ماليزيا جزء من يابس ماليزيا موجود ضمن قارة أسيا ضمن يابس أسيا والجزء الثاني موجود في جزيرة اسمها كاليمانتان وبكده تبقى دولة ماليزيا مقسومة جزء منها داخل اليابس القارة والجزء الثاني في جزيرة كده تبقى دولة مجزئة بري بحري إذن هي تشبه دولة آه برافو دولة إيطاليا نشوف كمان سؤال يعود السبب في ترسيم الحدود السياسية جنوب غرب شبه الجزيرة العربية إلى عامل مورفولوجي ولا اقتصادي ولا إسنوجرافي ولا ديموجرافي إحنا الأول لازم نروح للحدود الحدود بينة جدا هي ما بين السعودية وما بين دولة اليمن إحنا مش هنعتمد هنا في الإجابة على الخريطة بس الخريطة بس قالتلي أن الحدود دي ما بين السعودية واليمن لازم نرجع للمادة العلمية بتاعتنا اللي بتقول أنه تم إعادة ترسيم الحدود ما بين السعودية واليمن عشان تنظيم أمور الرعي طيب جترى تنظيم أمور الرعي هو عامل مورفولوجي طبيعي يعني خاص بالموقع والمساحة طبعا لا هل اقتصادي طبعا اقتصادي لأنه خاص بنشاط اقتصادي لكن إسنوجرافي هو مش على أساس سكاني ديني أو لغوي ولا على أساس ديموجرافي برضو كمان سكاني كده يبقى البديل الصحيح هو البديل به وهو العامل الاقتصادي نشوف كمان تطبيق يوجد عدد محدود من دول العالم يمكنها تطبيق ما تحتويه الصورة المقابلة في منطقة المية ألف الداخلية بالإقليمية جيم المحيدة بال الملاصقة احنا قبل كده خدنا أشكال وأنواع المية وقلنا أنه في نوع من أنواع المية اسمها المية المحيدة بتدعي بعض الدول فقط السيطرة عليها ويكون ده مرتبط بقوتها وتقدر تعمل فيه تجارب نووية وصاروخية ده معناه أن البديل جيم هو البديل الصحيح نشوف كمان سؤال يظهر من خلال تحليلك للخريطة المقابلة أن دولة إيطاليا لديها حدود مشتركة في مناطق مياه متقبلة مع دولتين يا ترى الدولتين دول هم ألف ليبيا وتونس ولا تونس وفرنسا ولا الجزائر وأسبانيا ولا فرنسا وليبيا تعال كده نبص على الخريطة ونشوف قدامك إيطاليا عندها حدود متقبلة مع دولة تونس وإحنا واغدين المضيق ده اسمه مضيق سقلية لكن لو خدت بالك في الخريطة أن في جزيرتين في وش بعض هما جزيرتين واحدة منهم ملك لفرنسا وهي جزيرة كورسيكا والتانية ملك الإيطاليا وهي جزيرة سردانيا ودول ممكن يكون فيهم مشاكل لنزاعات بالنسبة للمناطق المتقبلة وكده يبقى الإجابة الصحيحة هي البديل به تونس وفرنسا تعال نشوف كمان سؤال أيا من الدول التالية يمكن اعتبرها حلقة وصل بين تكتلات قارة أفريقيا الاقتصادية يا ترى حلقة الوصل دي ما بين مصر وليبيا ولا إثيوبيا والكونغو ولا أوغندا وزامبيا ولا ليبيا وتونس هنا السؤال محتاج أن حضرتك ترجع لخريطة مهمة جدا في الكتاب هي خريطة التكتلات الاقتصادية وكمان مش نبص على كل الخريطة احنا عايزين بس التكتلات اللي موجودة في قارة أفريقيا تعال كده نشوفها مع بعض وكأني أنا قاعد جوا الامتحام وبفتح كتاب المدرسة وبروح لخريطة أفريقيا على الخريطة مكتوب أن دول الكوميسا واغدلون ودول اتحاد المغرب العربي واغدلون وفيه لون ثالث متلونة بيه بس ليبيا وتونس لأن ليبيا وتونس هي عضو فيه التكتلين تكتل الكوميسا والتحاد المغرب العربي وكده يبقى الإجابة بقت بمنتهى البساطة جدا حلقة الوصل دي هي دولتي ليبيا وتونس تعال كمان نشوف سؤال يرتبط تحقيق دولة كندا لأمنها الداخلي بقوتها المرفولوجية ولا انضمامها إلى حلف الناتو ولا اشتراكها في تكتل النفطة ولا وفرة انتاجها الغذائي خدنا في درس مقاومات الدولة البشرية ان الدولة لازم تكون عندها قدرة على انتاج انتاج غذائها لانه ده هيعفيها من التعرض للضغوط الخارجية وبكده تحقق نهات داخلي والدول اللي كانت بتقدر تعمل ده معظم دول اوروبا زائد دولة كندا وكده يبقى البديل الصحيح هو البديل ده الوفرة انتاجها الغذائي نشوف سؤال كمان يساعد الاستشعار عن بعد في تحديد قوة الدولة العسكرية عن طريق توافر البيانات والمعلومات عن يترى كفاءة المقاتل ومدى اخلاصه ده البديل الاول ولا كفاءة جهاز المخابرات وده بديل كمان ولا مقدار المعدات العسكرية والبديل الاخير نوعية المقاتل ودرج التعليم الاستشعار عن بعد وهو اجهزة بتديني معلومات من غير ما تلمس سطح الارض سواء تصوير جوي او فضائي والحقيقة ده ممكن يجيب لي معلومات دقيقة جدا بس هيجيب لي معلومات عن حاجات مادية لكن الحاجات غير المادية مش هقدر اجيب عنها معلومات اذا يجيب معلومات عن كفاءة المقاتل عن كفاءة جهاز المخابرات عن نوعية المقاتل دي حاجات لا يمكن قياسها دي حاجات غير مادية لكن البديل الوحيد اللي يمكن قياسه هو مقدار المعدات العسكرية وكده يبقى الاستشعار عن بعد مرتبط بشكل كبير جدا بانه بيوفر لي بيانات عن مقدار المعدات العسكرية نشوف كمان سؤال ساعة ده الوزن السكاني لدولة الصين على وجود دور مؤثر لها في العلاقات الدولية يترى الدور ده بدأ قبل ظهور الاستقطاب العالمي ولا عقب نهاية الصراع الايدولوجي ولا مع بداية ظهور المنظمات الدولية ولا بعد تضاءل دور حركة عدم للحياس تعال كده نفتكر مع بعض هو الصين بقت مهمة جدا في العلاقات الدولية عقب نهاية الحرب العالمية التانية 1945 لانه لما تشكلت منظمة الامم المتحدة حصلت الصين على مقعد دائم في مجلس الامن عضوية دائما في مجلس الامن ليه؟ لانه كان عندها وزن سكاني كبير وده الحقيقة كان قبل ظهور الاستقطاب ليه قبل ظهور الاستقطاب؟ لان الاستقطاب ظهر عقب تفكك ألمانيا إلى شرقية وغربية بعد حصار الاتحاد السوبيتي لها وده حصل سنة 1948 لكن هي أخدت المقعد ده سنة 1945 طب ليه مش عقب نهاية الصراع الايدولوجي؟ لان الصراع الايدولوجي انتهى بسقوط الاتحاد السوفيتي 1991 طب ليه مش مع بداية ظهور المنظمات الإقليمية؟ المنظمات الإقليمية ظهرت قبل حصولها على المقعد عندنا منظمة مهمة جدا كانت موجودة اسمها عصبة الأمم ظهرت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى طب ليه مش بعد تضاقل دور حركة عدم الانحياز؟ تضاقل دور حركة عدم الانحياز؟ كان مرتبط بنهاية الصراع الايدولوجي؟ وبكده يبقى الصين خدت مكانها قبل ظهور الاستقطاب العالمي هي دي الإجابة الصحيحة نشوف كمان سؤال مهم جدا بيعتمد على إزاي تتحلل وتقرأ مرئية فضائية؟ وتربطها بمادة علمية عندك المرئية الفضائية دي لنهر سانت لورنس في الولايات المتحدة الأمريكية بينها ما بين كندا من خلال تحليلك للمرئية الفضائية المقابلة يتضح إن هذه الحدود النهرية في شمال الولايات المتحدة تتماشى معا هل خط المنتصف ولا خط العمق الملاحي ولا أحد دفتين نهر ولا الجزر الطينية؟ تعال كده نفتكر مع بعض هو أنا لو استخدمت نهر هستخدمه إزاي؟ عندي التلات طرق يأما تستخدم النهر من خلال أحد دفتين نهر معنى كده إن الحدود هتبقى ماشية موازية للدفة هل ده في المرئية دي هل الحدود ماشية موازية للدفة؟ طبعا الإجابة لا ساعات بتبقى قريبة من دفة وساعات بتبقى قريبة من الضفة التانية طيب هل هي ماشية مع خط المنتصف؟ لا هي مش 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 مع خط المنتصف طب ليه هي بتروح مرة على الضفة اليمنى ومرة تانية على الضفة اليسرى؟ لأنها ماشية مع خط العمق الملاحي وكده يبقى الإجابة الصحيحة هي خط العمق الملاحي وتشبه بكده الحدود في نهر الراين تعال نشوف كمان سؤال في مرحلة التجارة الحرة يتم الاستغناء عن وظيفة من وظيف الحد السياسي بين دول التكتل بس الوظيفة دي هتنطبق بس على إزالتها يعني هتبقى مش موجودة فقط على السلع ولا على رأس المال ولا على الأيدي العاملة ولا على التكنولوجيا في التجارة الحرة حضرتك بتقوم بإزالة كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام السلع المصنعة داخل دول التكتل يبقى الإجابة الصحيحة هي البديل ألف وهي السلع نشوف كمان سؤال تعاني الدولة المحددة في الخريطة المقابلة من صعوبات في السيطرة على أجزاءها بسبب يترى شكلها وتوزيع الأقلية بها ولا مساحتها وموقعها البحري ولا عدد السكان وموقعها الفلكي ولا مظهرها التضاريسي والمناخي الساد لازم هنا نبص على الخريطة كويس هللاحظ أنه أندونيسيا وهي الموضحة بالخريطة دولة مجزأة إذن عندها مشكلة في الشكل طيب لسه كمان عندنا كمان لازم نكمل الإجابة حضرتك شايف كده قدامك الأقلية وهي أقلية تايمور الشرقية هل الأقلية دي مبعصرة داخل أندونيسيا؟ لا دي متركزة على أطراف الدولة وبكده يبقى الدولة دي عندها مشكلة في شكلها المجزأ وفي توزيع الأقلية بيها وكده ده هو الإجابة الصحيحة البديل ألف نشوف كمان سؤال أي من الدول الآتية تعوق مقاومتها المورفولوجية من أن تصبح دولة مركزية يا ترى روسيا ولا ألمانيا ولا هولندا ولا مصر أحيانا لازم يكون عندي مفتاح للإجابة مفتاح الإجابة هنا هو لازم يكون في السؤال السؤال بيقول إيه؟ عايزين دولة مش هينفع تبقى دولة مركزية عشان مقاومتها الطبيعية الخاصة بالموقع والمساحة والشكل طيب إيه مميزات الدولة المركزية؟ أن تكون مساحتها صغيرة وشكلها مندمج فبالتالي الدول اللي موجودين قدامك دول أربع دول تلاتة منهم ممكن بسبب مقاومتهم المورفولوجية الموقع والمساحة والشكل يبقوا مركزية بلد واحدة بس مش تعرف تعمل ده طيب لازم حضرتك جول الامتحان يكون عندك هدوء أعصاب وتقعد تدور في خريطة العالم لو أنت مش عارف على فين روسيا وفين ألمانيا وفين هولندا وفين مصري وكأني معاك جول الامتحان بدور معاك لقيت روسيا على الخريطة الله بساحتها كبيرة جدا يعني مقاومتها المورفولوجية مش هينفع تتحقها طيب قدامك مصر وألمانيا وهولندا مساحتهم قدامك صغير كده يبقى الإجابة بمنتهى السهولة هي أنه اللي صعبة تبقى دولة مركزية لمقاومتها الطبيعية المورفولوجية هي روسيا نشوف كمان سؤال يمكن اعتبرها قواطرة الاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية بفضل قوتها الديموجرافية يا ترى دي ملطة ولا هولندا ولا ألمانيا ولا بلجيك برضو هنرجع للسؤال عشان هندور على مفتاح السؤال والإجابة المفتاح هنا حضرتك بتتكلم على دولة من دول الاتحاد الأوروبي طيب هو الدول دي في الاتحاد الأوروبي لسه ناقص مفتاح كمان لجزء كمان الدولة اللي هتختارها يكون عندها قوة بشرية قوة ديموجرافية في الاتحاد الأوروبي قلنا أن ملطة هي أصغر الدول سكانا بس كمان قلنا أن ألمانيا هي الأكبر سكانا إذن مين القطرة اللي ممكن تجر بقية دول الاتحاد الإجابة هي ألمانيا نشوف سؤال كمان تنعدم الاستفادة من بنود اتفاقية برشلونة سنة 1921 في حال حدوث نزاح حدودي ما بين دولتين يطرى الدولة دي هي فرنسا وألمانيا ولا المكسيك والولايات المتحدة ولا ألمانيا وسويسرا ولا بولندا وأوكرانيا تعالوا نفتكر كده مع بعض الأنهار كان عندنا نهر الرين اللي بنستخدم فيه خط العمق الملاحي وده كان ما بين فرنسا وألمانيا وألمانيا وسويسرا يعني البديل ألف وجيم بداية الخطئة لأنه ممكن يحصل نزاع فنرجع لاتفاقية برشلونة وكمان لمعاهدة باريس طب والمكسيك والولايات المتحدة بينهم نهر الريو جراند مقسوم بالنص يعني برضو ممكن يحصل نزاع فنرجع للاتفاقية والمعاهدة يفضل نهر ما بين بولندا وأوكرانيا هو نهر بوج بوج بيستخدم استراتيجية مختلفة وهو أنه بيستخدم خط مهم جدا ماشي مع أحد الضفتين له العمق ولا هو خط المنتصف وبكده يبقى بولندا كلها خدت الميا بسروات النهر بالملاحة وكده يبقى مش هينفع نرجع لاتفاقية برشلونة لأنه نهر بوج أقرب هنا للنهر المحلي مع أنه دولي أقرب للمحلي بالنسبة للملاحة لأن ملاحته خاضعة لدولة بولندا وكده يبقى الإجابة هي بولندا وأوكرانيا نشوف سؤال كمان تحولت رؤى واتجاهات حلف الناتو من مفاهيم عسكرية بحتة إلى مفاهيم تهتم بقضايا الأمن الإنساني التغير ده كان ناتج ليه؟ هل كان ناتج لضعف دور هيئة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم الدولي؟ ولا تفكك المنظومة الأمنية للكتلة الشيوعية؟ ولا الرغبة في تطبيق الأهداف اللي أعلنها النظام العلامي الجديد؟ ولا لرغبة الحلف في منافسة هيئة الأمم المتحدة في المجال الاجتماعي؟ السؤال ده محتاج نعرف هو إيه اللي حصل للحلف؟ وليه بدأ يقوم بدور إنساني؟ وإيه هو دور الإنسان؟ بس كده ده موجود قدامك في درس مهم جدا كنا بنتكلم فيه عن حلف شمال الأطلانتي الأطلسي اللي هو سعاد بنقول عليه كمان حلف الناتو لما سقط الاتحاد السوفيتي أعضاء حلف الناتو بدأوا يعيدوا استراتيجيتهم ويحبوا كمان يتوسعوا ناحية الشرق ويضم الدول اللي كانت مع الاتحاد السوفيتي ومعاه في حلف وارسو وبدأ عدد دول الناتو يزيدوا بقى 28 دول وبدأ الناتو يحس إنه هو متحكم في العالم وإنه ممكن يلعب دور الحكم ويحل النزاعات الدولية وكأنه منظمة الأمم المتحدة فلقيناه سنة 95 بعد قوات حفظ أمن وسلام للبوسنة والهارسك والألفين وستة عمل نفس الكلام في مقدونيا حتى لما باكستان ضربها زلزال سنة ألفين وستة ساعدها مع إنه باكستان فأسيا والولايات المتحدة لما اكتحها إعصار كاترين هو كمان ساعدها في كده طب هو بيعمل كده ليه؟ ليه بدأ يقوم بدور إنساني؟ ليه بدأ يحس إنه هو الوحيد المسيطر على العالم لأنه ببساطة منافسه وهو الاتحاد السوفيتي وكتلته الشيوعية الشرقية سقطت فلما نرجع للبدايل تاني هتبقى الإجابة سهلة جدا هو إنه بدأ يقوم بدور إنساني بعدما تفككت المنظومة الأمنية للكتلة الشيوعية الشرقية نشوف سؤال كمان تتشابه دولة الهند مع دولة الولايات المتحدة الأمريكية فيه ألف التنوع الجيولوجي به مركزية كل القرارات ديم عدد الدول المجاورة دال صعوبة توفير الغذاء هنا السؤال من غير خريطة حضرتك لازم تحط الخريطة مش كل مرة هجبها لك لازم يبقى عندك كمان استراتيجية للتعامل حضرتك مع الأسئلة طب نعمل إيه؟ نرجع في كتاب المدرسة وندور على خريطة الولايات المتحدة وندور على خريطة الهند يا ترى السؤال كده الخريطة قدامي والاختيارات كمان قدامي كده بقت الإجابة سهلة جدا لأنه لو بصينا للخريطة هل ينفع عدد الدول المجاورة؟ طبعا الإجابة لا الولايات المتحدة عندها دولتين بس الهند عندها دول كتير هل صعوبة توفير الغذاء؟ الولايات المتحدة الأمريكية دولة عندها تنوع في الأنشطة واكتفاء ذاتي والهند كمان عندها مشكلة سكانية لكن هنا مش هيبقى فيه شبه هل مركزية كل القرارات ده مش هيبقى بيان على الخريطة طبعا؟ دي مادة علمية عندك واخدين أن الولايات المتحدة الأمريكية والهند دول فيدرالية يعني ما عندهمش مركزية في القرارات يفضل تنوع التركيبة الجيولوجية جبت الإجابة دي منين؟ الولايات المتحدة دولة مساحتها كبيرة طب والهند كمان مساحتها كبيرة وفي مميزات المساحة الكبيرة بتدد الدولة تنوع جيولوجي نشوف كمان سؤال يعد من عناصر قوة الدولة المثالية عند أرستو ألف نواة الدولة بيه التركيب النوعي جيم مساحة الدولة دال التركيب العمري إحنا كمان عندنا سلاح لازم نستخدم هو مادة علمية موجودة جوا كتاب المدرسة حتدور فيه أراء أرستو عن الدولة وكأنك فاتح الكتاب فقدامك لقيته بيتكلم عن أن الدولة المثالية عندها خمس عناصر عدد السكان الموارد الاقتصادية العاصمة اللي هي النواهي وكمان الجيش والحدود وكده بقت الإجابة سهلة جدا أنه لما تكلم تكلم على نواة الدولة اللي هي العاصمة نشوف كمان سؤال تختلف عوامل قوة الدولة في المغرب عن اليمن في إيه؟ في عدد الدول المجاورة ولا في محدودية التركيبة اللغوية ولا في الواجهة البحرية ولا في الخصائص المناخية تعال كده نفتكر مع بعض لو عندنا خريطين للدولتين هل عدد الدول المجاورة متساوي؟ آه المغرب يجاورها دولتين وكمان اليمن يجاورها دولتين المغرب بيجاورها الجزائر وموريتانيا واليمن بيجاورها عمان والسعودية طيب هل الإجابة في محدودية التركيبة اللغوية الاختلاف هنا؟ لا كمان الاختلاف هنا مش موجود لأنه الاثنين عندهم تركيبة لغوية واحدة وهنهم بيتكلموا لغة عربي يعني كمان السؤال ده إجابته مش البديل ده هل هم مختلفتين في الواجهات البحرية؟ كل واحدة منهم بتبص على البحر بجهتين المغرب بتبص على المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط أما اليمن بتبص على خليج عدن وبتبص على البحر الأحمر يعني كمان البديل ده خاطر الاختلاف الحقيقة بشكل كبير جدا في المناخ مناخ المغرب ينتمي لمناخ البحر المتوسط بينما مناخ اليمن مناخ أقرب إلى المناخ المداري الصحراوي وكده يبقى الإجابة الصحيحة أن هم الاثنين متفقين في ثلاث حاجات في عدد الدول المجورة في محدودية التركيبة اللغوية متفقين كمان في الواجهات البحرية ولكن مختلفين في الخصائص المناخية نشوف كمان سؤال فشل حلف شمال الأطلسي في تحقيق أحد أهداف الأحلاف العسكرية المتمثلة فيه الدفاع عن كيان الحلف الإقليمي الابتعاد عن سياسة التسلح المنفرد والبديل التالت أنه فشل في حماية المصالح المشتركة والبديل الرابع هل هو فشل في تسوية النزاعات ما بين الدول الأعضاء بطريقة سلمية لو رجعنا نفتكر أهداف الحلف العسكري من ضمن الأهداف أن احنا مش هنقوم بتسليح منفرد لأنه هيستنزف الموارد لكن الحقيقة الاتحاد السوفيتي عمل تسليح منفرد في حلف ورسو وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وقعت في نفس الخطأ وعمل التسليح منفرد في حلف شمال الأطلسي مما أرهقهم هما الاتنين اقتصاديا وكده يبقى الإجابة هي البديل به نشوف كمان سؤال نستنتج من الخريطة المقابلة عند اندماج كل من البرازيل وبوليفيا والأرجنتين في التحاد فدرالي فإن دولة باراجوي سوف تصبح في الشكل زي دولة مين هل زي دولة فرنسا ولا منغوليا ولا ليثوتو ولا سويزرلند تعال كده نشوف هنعمل ايه في السؤال عشان نجاوب بسهولة هو السؤال بيقول لي ايه مفتاحه ان البرازيل وبوليفيا والأرجنتين هيبقوا دولة واحدة اهو كده بقوا دولة واحدة طيب لما بقوا دولة واحدة مين بقت جواهم مين بقت محاطة بدولة واحدة من كل الجهات باراجوي طب ده معناه ايه معناه انها بقت دولة جيبية محتوى طب مين في دول دولة جيبية محتوى هل هي فرنسا ولا منغوليا ولا ليثوتو ولا سويزرلند طبعا الدولة المحتوى الجيبية هي دولة ليثوتو وكده تبقى الاجابة هي البديل جيم الموضوع بسيط جدا محتاج شوية تفكير ثقة بالنفس حضرتك تقدر تحلل والطبق ما تقلقش خالص التذكر مش عايزينه ما فيش اسئلة ابدا بتقيس التذكر ولا الحفظ نشوف كمان سؤال تتشابه الدولتان المزللتان على الخريطة المقابلة في ايه هل في موقفهم من الوحدة الاوروبية ولا التشابه في سهولة الاتصال ما بين اجزاء الدولة او في الايمان باهمية الاحلاف العسكرية او في عدد الدول المجاورة كل مرة هتلاقي ان استراتيجيتنا ممكن تتغير في الاجابة مين الدولة اللي قدامك فرنسا وتركيا تعال نشوف هم متشابهين في ايه هل متشابهين في موقفهم من الوحدة الاوروبية فرنسا احد دول الاتحاد الاوروبي تركيا بتحاول تدخل يعني البديل الف بديل خاطئ ما فيش تشابه هل متشابهين في سهولة الاتصال فرنسا دولة مندمجة دولة مندمجة تشكلفة الاتصال ما بين اجزاءها سهل لكن تركيا دولة مستطيل بالعرض قد تجت صعوبة فيه واتصال ما بين اجزاءها يعني البديل به كمان خاطئ هل عدد الدول المجاورة أنا سبت البديل جيم لأنه البديل ده البديل سهل جدا ممكن أننا استبعده لأن تركيا عدد الدول المجاورة قليلة بينما فرنسا عدد الدول المجاورة كتير يعني البديل ده كمان غلط بس ده مش معناه أن البديل ده صحيح لازم يكون عندي مستند من المادة العلمية بتاعتي من المحتوى العلمي بتاعي لازم يكون فيه عمق معرفي للإجابة طيب حل الاتنين بيؤمنوا بأحلاف عسكرية وأهميتها طبعا تركيا باخلت في أكتر من حلف عسكري وكمان فرنسا ومنهم حلف موجود قائم هو حلف الناتو كده يبقى الإجابة الصحيحة هي البديل جيم إيمانهم بأهمية الأحلاف العسكرية ممكن كمان نشوف سؤال ظهور النزاعات الانفصالية بين الجمهوريات السوفيتية يدل على افتقاد الاتحاد السوفيتي إلى القوى المرفولوجية ولا القوى التنظيمية ولا القوى العسكرية ولا الاتصال الأرضي حقيقة احنا خدنا الاتحاد السوفيتي اتفكك بسهولة جدا وكل دولة بقت مستقلة بعاصمتها وعملتها لأنه اتحاد كونفدرالي وبالتالي هو كان يفتقد للقوى التنظيمية لكن كانت مساحته ضخمة جدا فكان عنده قوى مرفولوجية كان عنده اتصال أرضي الدول كانت كلها مع بعضها في اتصال مباشر وكمان كان عنده قوى عسكرية ده كان موجود ضمن الخمسة الدائمين في مجلس سلام إذن هو كان يفتقد إلى القوى التنظيمية نشوف كمان صورة قدامك الصورة دي لأحد أبار البترول البحرية بيقولني في الصورة من خلال تحليلك للصورة المقابلة نجد أن المياه المستخدمة في هذا النشاط تكون سيادة الدولة عليها مشروطة إذا كانت تالي المياه المحايدة ولا تسبق المياه الملسقة ولا تالي المياه الإقليمية ولا تسبق المياه الإقليمية لازم نرجع للسؤال وندور على مفتاحه هو أنا كدولة ممكن أسيطر على المياه الإقليمية بس هنا مفيش أبدا شروط لسيطارتي عليها دي دولتي ودي ميتي وبالتالي استخراجي للبترول مش هيكون مشروط إذن الإجابة مش المياه الإقليمية طيب لو هي مش المياه الإقليمية مين المياه اللي بعدها؟ المياه التكملية أو الملسقة إذن الإجابة هتبقى استخراجي للبترول في منطقة المياه دي ولو كانت مشروطة ده الأساس لو كانت مشروطة هتبقى مش في المياه الإقليمية في المياه التي تالي الإقليمية وهي الملسقة أو المحايدة لو كان السؤال اتشال منه كلمة مشروطة كانت الإجابة هتبقى في المياه الإقليمية السؤال اللي بعده يندرج الصراع الدائر على الموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط دمن أحد المجالات الفرعية للجغرافيا السياسية التي ترتبط به دراسة الوحدات السياسية ولا البديل به العلاقات الدولية ولا البديل جيم التحليل السياسي للقوة ولا البديل دال النظام العالمي الجديد في الدرس التمهيدي قلنا أنه النظام العالمي الجديد ليه مجالات فرعية كتيرة جدا منها مثلا الأحلاف العسكرية التكتلات الاقتصادية بس كمان والعولمة كان من ضمن المجالات الفرعية المرتبطة بيه هو الصراع على الغذاء والطاقة والمية وبكده يبقى الإجابة الصحيحة أنه أحد المجالات المرتبطة بالنظام العالمي الجديد نوصل لسؤال مهم يخص بلدنا دولتنا مصر أيا من البحيرات الموقعة للخريطة تقع في نطاق المياه الداخلي يا ترى البحيرة واللي بيمثلها الرقم واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة يا ترى هي واحد بحيرة ناصر هي دي بحيرة عزبة مش بتتصل بالبحر عشان اختارها ولا اللي بيمثلها رقم اتنين ودي بحيرة قارون ودي موجودة جوه الفيوم ودي كمان مش بتتصل بالبحر عشان اختارها وكمان اربعة بحيرات قناة السويس مش بيتصلوا بالبحر بشكل مباشر هما بيتصلوا بقناة السويس أما البحيرة رقم ثلاثة هي بحيرة البردويل فيها الشرطين اللي لازم يبقوا موجودين عشان المية تبقى داخلية لازم المية تكون تتصل بالبحر ده الشرط الاول وهو متوافر فيها الشرط التاني انها تكون داخل يابس الدولة وبكده يبقى الاجابة هي البحيرة اللي بيمثلها الرقم ثلاثة نشوف كمان سؤال يرجع السبب في تباين الثقافات والعادات بدول الخليج العربي في الوقت الحالي إلى قوتهم الديموغرافية ولا تدريس اللغات العالمية ولا نقص العمالة المحلية ولا تقدمهم التكنولوجي احنا فاكرين كويس جدا ان دول الخليج عملوا تكتل اقتصادي لكن كان بينقصوا عاملين مهمين جدا التنوع الجيولوجي تنوع في الموارد وكمان انه عندهم عدد سكان قليل فيضطروا يجيبوا عمالة اجنبية ودي اللي افقدتهم التجانس طيب مين اللي انا قلته ده هندور عليه في البديل هنلاقيه البديل مين آه البديل جيم لانه نقص العمالة المحلية هي اللي دفعتهم انهم يجيبوا عمالة اجنبية وبالتالي بدأوا يفقدوا التجانس الثقافي طيب من المظاهر السياسية التي تزامنت مع انتهاء الحرب البردة هل تفكك الكوميكون ولا احترام السيادة الوطنية للدول ولا تقلص دور الامم المتحدة ولا زيادة عدد دول شرق اوروبا هنرجع للسؤال عشان ندور على مفتاحه هل المظاهر السياسية هتفكك الكوميكون طبعا لا لان تفكك الكوميكون ده تفكك اقتصادي وكمان احترام السيادة الدولية ده ما حصلش ولا حتى نقص دور الامم المتحدة لكن اللي حصل انه عدد دول شرق اوروبا زادت لانها كانت مع الاتحاد السوفيتي وبدأت تتفكك فبدأت في زيادة في دول شرق اوروبا وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي رجعنا فيها على جزء مهم جدا من المنهج الاسئلة كلها انت تقدر تجاوبها عايزين تركيز ثقة بالنفس مستنينكم في الحلقة الجاية علشان نكمل رحلتنا نكمل مراجعتنا احنا وانتو مع بعض هنوصل ان شاء الله لبر الامان ثق في نفسك في قدراتك وثقتك في ربنا هي الاولى والاخيرة وان شاء الله نشوفكو المرة الجاية